جدد البابا فرانسيس تحذيره من حرب نووية وأعرب عن خشيته من خلال رؤية حادثا خطيرا يثير حربا نووية عالمية كلام البابا جاء خلال حديثه إلى الصحفيين من على متن طائرة انطلاقه في زيارته الرسولية إلى تشيلي وتشارك الأب الأقدس معهم صورة رمزية قدمها البابا إلى الصحفيين وهي الصورة الصادمة لطفل يحمل على كتفه أخاه الميت في نجاساك اليابان في التاسع من شهر آب العام 1945 وعبر البابا عن تأثيره العميق عندما رأى هذه الصورة وأراد أن يكتب هذه ثمرة الحرب كما أراد أن يطبعها ويوزعها لأنها صورة شملت أكثر من ألف عبارة وكانت بدأت رحلة البابا فرانسيس الثانية والعشرين ضمن بادرة غير متوقعة على متن طائرة الإيطاليا بوينغ 777 والتي هبطت في سانتياغو ديتشيلي حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي ووزع جريك بورك مدير دار الصحافة الفاتيكانية هذه الصورة المؤثرة على الصحفيين السبعين والتي أراد البابا أن يطبعها حتى يوقظ الضمائر من فضاعة الحرب وحملت توقيع البابا تاركا تعليقا بسيطا هذه ثمرة الحرب ويؤكد البابا في التعليق على عمق حزن الطفل الذي عبر عنه في لفتة برزت من خلال عض شفاهه حتى نزف الدم وردا على سؤال الصحفي حول الخوف الحقيقي من الحرب النووية أعرب البابا عن خوفه الحقيقي من الوضع الذي يمكن أن يكون غير متوقع وأشار إلى الحاجة الملحة إلى الالتزام بنزع السلاح النووي ترجمة نانسي قنقر